بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام وعلى أسراب المرسلين أيها الأحبة الكرام تلاميذ أعزاء سأحاول أن أقدم لكم اليوم درس النداء طبعا بعدما قدمت البارحة درس التعجب طبعا لا بد أن أقوم بتقويم شخصي طبعا للدرس الماضي طبعا فالتعجب كما رأينا وهو الأساس فيه وهو أنه يأتي بتلاتة طرق طريقة الأولى وهي الطريقة القياسية والتي تكون من الفعل مباشرة إذا توفرت فيه الشروط نفس الشروط لإسم التفضيل كأن يكون الفعل تلاتيا تهاما تصرفا متبتا مبنيا للمعلوم وأخذ كمثال على ذلك الفعل طالة فلو أردت أن أتعجب قياسيا من هذا الفعل فسيكون على وزن ما أفعل أو أفعل بي مثلا ما أطول النهر أو أطول بالنهر مثال آخر قسع ما أقصى قلبك أو أقصي بقلبك هذه هي الصيغة القياسية هناك في التعجب أيضا طريقة أخرى هو التعجب غير قياسي إذا اختل أحد الشروط كأن يكون الفعل مثلا غير تلاتي مثلا انتشار فأقول ما أشد مساعد على وزن ما أفعل زائد المظهر ما أشد انتشار المرضي أو الصيغة الثانية أشدد أفعل بي أشدد بانتشار المرضي أو أن يكون دال على لون نص طريقة آتي بمساعد على وزن ما أفعل ما أشد خضرار الحقل أو أشدد بخضرار الحقل الطريقة الثالثة وهي الطريقة التي يأتي فيها التعجب سماعيا أي يستفاد من سياق الكلام أتعلم كأن أقول في منظر طبيعي عجيب سبحان الله فلم يأتي على وزن ما أفعل أو أفعل به ولا هذا القبيل بل من السياق نفهم أنه تعجب وكذلك يأتي بصيغة النداء كأن أقول يا لجمال الطبيعة وهناك علامة تعجب في الأخير أو بصيغة الاستفهام كأن أقول مثلا كيف فعلت هذا ثم أضع علامة تعجب حتى أفرق بين الاستفهام والتعجب كيف فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم نعم إذن هذا هو التعجب الذي يفهم من سياق الكلام إذن وأعطيت نموذجا للإعراب ما أجمل الطبيعة كل اسم بعد صيغة التعجب يكون منصوبا على أنه مفعول به ما نكر تام بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدى أجمل فعل ماض مبني على الفتح وهو فعل تعجب والفاعل ضمير مستير يعود على ما الطبيعة كما أقول كل اسم بعد تعجب يكون منصوبا على أنه مفعول به منصوب بالفتح الضائر على آخره ولا أنسى والجملة الفعلية في محل رفع خبر لما الجملة الثانية وهي الأساس أجمل بالطبيعة أجمل فعل ماض مبني على الفتح المقدر المانع من ظهور السكون الذي اقتطته صيغة التعجب والباء يعرب دائما حرف جر زائد والاسم بعده بالطبيعة الطبيعة اسم المجرور لفظا مرفوع محلا هذا هو الإعراب وهذا هو النموذج في الإعراب الآن أحبائي أقدم لكم درس للنداء طبعا في اللغة العربية نحن دائما ننادي شخصا بعيدا علينا أو قريبا منا فنريد أن نلفت انتباه أو يقدم إلينا فالنداء بكل بساطة وهو طلب الإقبال على من ننادي نستعمل في النداء دائما أدوات وطبعا هناك أدوات للقريب وأدوات للبعيد أدوات النداء للقريب وهي الهمزة وأي أقول أمحمد أقبل أو أي بنية أي بنية انتبه إذن الهمزة وأي للقريب هناك أدوات للبعيد وطبعا مد الصوت يدل على ذلك آآ محمد آآ يا محمد هآ يا محمد يا محمد هذه أدوات تستعمل للبعيد إذن وقفت عند أدوات النداء الآن أقف عند المنادة المنادة يأتي يعني إما مبنيا على ما يرفع به أو معربا كيف مبنيا على ما يرفع به لنأخذ مثالا مثلا أقول يا محمد فهذا المنادة محمد نوعه علم مفرد حكمه مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحدوف مثال آخر لنكرة خير مقصودة يا تلميدا يا تلميد عفوا نكرة مقصودة يا تلميد فالمنادة تلميد نوعه نكرة مقصودة لأنه أقصد إما بالنذر أو بتوجه الكلام له دون غيره حكمه مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحدوف قلت على ما يرفع به قد يأتي العلم المفرد أو النكرة المقصودة في المتنى وفي الجمع فإذا كان في المتنى يبنى على الألف وإذا كان في الجمع يبنى على الو مثال توضيحي يا محمداني هنا المنادة هو محمدان نكرة مقصودة حكمه مبني على الألف منادة مبني على الألف في محل نصب مفعول به لفعل النداء دимان هذه تبقى لفعل النداء المحدوف أو يا ولداني هنا أيضا نكر مقصودة وجاء مبنيا على الآلف لأنه متنى وقد يريد في الجمع يا محمد نفي بن على الواو ويا مثلا عاملون نكر مقصودة ينبني على الواو لأنه جاء إذن هذا المنادة المبني متى يأتي المنادة معربا متى إذا كان مضافا يا عبد الله منادة عبد الله نوعه مضاف حكمه منصوب المنادة الثاني يا قاطع الطريقي هنا المنادة هو قاطع الطريقي وقد جاء مضافا وحكمه منصوب وهنا يتدخل الإضافة مع النداء فالمضاف هو قاطع والطريقي مضاف إليه نعم في هذه الحالة منصوب الحالة الثالثة وهي الشبيب المضاف والشبيب المضاف يكون اسم الفاعل وبعده معموله منصوب مثلا يا قاطع الطريق تمهل قاطع اسم فاعل والطريق معموله منصوب فرقوا بين المضاف والشبيب المضاف لاحظوا معي يا قاطع الطريقي مضاف غير منوان مضاف إليه مزرور يا قاطع منوان الطريق منصوب هذا الشبيب بالمضاف المنادة يكون منصوبا إذا كان ناكرة غير مقصودة أو مضافا أو الشبيب بالمضاف أعطي هنا نماذج بالإعراب حتى يتضح المقصود قبل أن أعطي نموذ العرب هناك جملة مهمة تريد في امتحانات كثيرة في امتحانات جاوية كثيرة حينما يريد النداء بلفظ أيها أو أيتها ندار نعطي مثالا يا أيها التلاميذ اجتهدوا فالمنادة هنا أيه ونوعه هو من قبيل النكرة المقصودة أو بلفظ أيه عندك اختيار لويتها إما بلفظ أيه أو نكرة أو من قبيل النكرة المقصودة حكمه مبني على الضم في محل نصب نفعول فيه لفعل النداء المحدوف والهاء دائما للتنبيه تعرب للتنبيه والاسم بعدها دائما منادة دائما نعت عفوا نتابع لمنعوتي في رفعه احتلج في الشكل كالرفعه يا أيها التلاميذ وليس التلاميذة نعم الآن نمر إلى الإعراب يا مدرساني يا أدت نداء مدرساني منادة مبني على الألف لأنه متنى وهو من قبيل النكرة المقصودة في محل النصب المفعول بيه لفعل النداء المحدوف مثال آخر يا ولدا تمهل يا أدت نداء ولدا منادة منصوب لأنه هنا جاء نكرة غير مقصودة وعلى من تنصب الفتح الضارة على آخر تمارين ضع أحد حروف النداء قبل كل اسم سأعطي منادة علم مفرد وعلم مركب عبد الله وفاطمة لو أردت أن أركب جملة سأقول يا عبد الله منصوب أما فاطمة فأقول لها يا فاطمة لماذا وضعت لأنه علم مفرد ولا علم مفرد كما قلنا يكون مبنيا على الضم الآن ضع منادة مناسي في المكان الخالي مثلا احترم أبويك وأساتدتك والأول فرع سأقول مثلا يا محمد يا عبد الله اللي بغيت ثم أقبله على العمل أقبله نجم لا بد أن أقول يا تلاميد فهو نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب المفعول بيه لفعل النداء المحدوف وأخيرا استخرج الجملة من الآث المنادة وبه النواع وحكمه يا مجتهدون أبشروا المنادة مجتهدون نوعه نكرة مقصودة حكمه مبني على الواو منادة مبني على الواو في محل نصب المفعول بيه لفعل النداء المحدوف ثم قالوا من فعل هذا بآلتنا يا إبراهيم المنادة إبراهيم نوعه على المفرد حكمه مبني على الضم في محل نصب المفعول بيه لفعل النداء المحدوف يا جميلا يا جميلا فعله المنادة جميلا ونوعه نكرة غير مقصودة وحكمه منصوب يا سائق السيارة يتمهل المنادى سائق السيارة نوعه مضاف حكمه منصوب أتمنى إن شاء الله أن أكون قد أفد طبعا لا نمتلك في هذا الوقت صبورة بيضاء ولكن أتمنى أن أكون قد جسدت الدرسة وأن تنتفع به لكل من سيصله وأملنا إن شاء الله نتضفر الجهود ونغني تلامدتنا إن شاء الله وأن يرفع الله هذا البلاء عنا إن شاء الله نتضفر جميعا ولن يكون هناك إن شاء الله الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا